نحو 1291 مشروعاً عالقاً في العراق إنجازات على الورق وأطلال على الأرض وفق وصف مراقبين جراء تأخر إنجاز المشاريع التنموية والخدمية التي أطلقت منذ عدة سنوات لأسباب متعددة تتراوح بين الفساد المالي والإداري ونقص التمويل والتوترات الأمنية والسياسية ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط فقد أدى هذا التلكؤ إلى تأخر تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتفاقم الأزمات في مجالات رئيسة بما في ذلك النقص الكهرباء وضعف الخدمات الصحية والتعليمية من جهتها أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن عدد المشاريع المتلكئة يزيد على 1600 مشروع في بغداد والمحافظات باستثناء محافظات كردستان مبنية على أن نسبة الإنجاز فيها لا تتجاوز 30% فقط وأن العمل متوقف فيها منذ عدة سنوات خبراء قانونيون قالوا إن عدم وجود عقوبات جزائية على خلفية التلكؤ في تنفيذ المشاريع يعد السبب الرئيساً في تفاقم هذه المشكلة فلن يكلف الشركة المنتنصلة من الاتفاق سوى 5% فقط من قيمة العقد خلال مصادرة كفالة حسن الأداء كما لفت الخبراء إلى أن سوء التخطيط يتمثل بإحالة آلاف المشاريع في سنة مالية واحدة دون الاكتراث بإمكانية إدامة واستمرار التنفيذ في السنوات اللاحقة التي كانت السبب فيها الكثير من المشاريع توقفت جراء تراجع الإرادات وانخفاض قيمة الموازنات المالية ومع ارتفاع نسبة العجز بالموازنة ونقص السيولة النقدية فإن وزارة التخطيط تؤكد أن المشاريع المتلكئة تحتاج إلى نحو 12 مليار دولار أي أكثر من 16 تريليون دينار لإنجازها وهو ما يوحي بأن إنهاء هذا الملف لن يرى النور على المدى القريب شكرا شكرا